أبناء وبناتي الدارسين للجراحة العامة ديس دكتور سعيد عبد الباك بوفيسور بجنة السيرجة ان شامس يونيبيرسيتي بنستكمل مع بعض مراجعة الجراحة العامة عن طريق الامسي كيو ده الفيديو رقم خمسة وعشرين السلايد ده او الكيس سيناريو دي بتكلم على بوست سبلينكتومي انفكشن بتقيس معلوماتك في الاوبسي او Overwhelming Post-Splenectomy Infection After being stuck by a moving truck, 23-year-old woman undergoes splenectomy during diagnostic laparotomy. She leaves the hospital against medical advice on post-operative day 4 after refusing vaccination. Infection with which of the following organism is most likely to result in her developing sepsis فالbackround اللي انت محتاجه علشان تنقي واحد من دول هو هتطلق Beta Hemelotic Streptococcus Candida Colostridium E. coli Pseudomonas لازم تبع عندك معلومات عن الأوبسي او الأوفرولمينج بوست سبلينكتومي انفكشن لازم تبع عارف ان اللي سبلين وظفته انه هو انجلف او يحطم او ياكل انكابسوليتد باكتيريا ففي غياب اللي سبلين نسميهم اسبلينك بيشنط الانكابسوليتد باكتيريا ممكن تعمل سيفير انفكشن وتموت الحياة الكلام ده بيتناسب تناسب طردي مع سن العيان يعني لو شلته الطحال لطفل معدل الأوبسي فيه هيبقى أعلى من الأدلت اوكي ومعدل الانفكشن في الاسبلينك بيشنط أعلى من الناس الطبيعيين بحوالي ستين في المية اوكي ولما تشيل التحال لواحد نسبة تعرضه لسيفير انفكشن ويموت أكثر ما تكون ثمانين في المية بتبقى أول سنتين بعد العملية اوكي مريس وإيكولاي سودومونس طيب ازاي تمنع الموضوع ده ان انت لازم تدي فكسين طالما نويت تشيل الطحال للعيان لو هي العملية الليكتف فبندي الفكسين 2 ويكس قبل العملية لو انت شلت الطحال في امرجنسي ستينج يبقى بتدي البوليفيلانت باكسين الموكوكا الفكسين اسبوعين بعد العملية ولازم تدي بوستر دوز كل ثلاث سنين والجايدلاين بتقولك لو العيان ده تعرض لباكتيريميا لاتر اون هو بيشيل درس او بيحش درس لازم تدي له انت باوتك بروفيلاكسس اوكي اه في الاطفال اللي هم اقل من خمس سنوات عشان نسبة الابسي فيهم بتبقى اعلى من الادلت بنيديهم برضو اورال انت باوتك بروفيلاكسس اه طبعا لازم تعمل اه ادوكيشن للبيشنت بتاعك اللي انت شلطله الطحال انه هو يبقى عنده باستمرار في البيت او في الشنطة بتاعته علبة انتيبيوتك علشان لما يجيله اي انفكشن يبتدي الانتيبيوتك فيري ارلي ويبقى شايل برضو في المحفظة بتاعته كارت بيقول انه هو شايل الطحال عشان لو جاله اي انفكشن وراحل استقبال تبقى الناس عارفة ويازم تاخد بالك ان نسبة الوافايات من الابسي بتصل الى خمسين في المية ويبقى البروجريشن والزاديزيز بيبقى فيري رابط فلازم تبدأ الانتيبيوتك فيري ارلي فبعد الخلفية دي تعالى بقى نشوف طبعا كلكم هتختاروا ايه في دول بيتا هيملوتك ستريبتوكوكاي جو فور ايه ويبقى الانتيبيوتك ستريبتوكوكاي جو فور ايه سيناريو ده بيتكلم على مست اباندنت فيك البكتيريا الفلورا لازم يكون عندك فكرة عن البكتيريا ايه في جسمنا نوعها ايه ليه بقى لان لو قابلت عيان عنده سيبسيس وحصل له كولونيك بكتيريال ترانس لوكيشن لازم تبقى عارف هتدي له انتيبيوتك هيشتغل على ايه ايه البكتيريا اللي في دماغك اللي هي الطارجت فالسيناريو ده بيقول لك ايه افتر ساستينيغ غنشوت وونت توزا ابدمين 24 year old man بروت توزا اوبراتين جرون دورين اكسبلوراتري الابراطمي يوفاين جروس كنتميناتشن في بيروتونايام بي فيسيس رسولتين من ملتبل سيجمويد كولونيك انتراطميس ايه البكتيريا اللي هي مست ابندنت ان اوار فيسيس هل هي بكترويتس والا انتيروكوكاس فيكالس والا ايكولاي والا اكليبسيالا والا سودومونس واخر بالك لازم تبع عارف لازم تبع عارف ان في دسمنا في الكولون على الاقل 25 نوع من البكتيريا اوكي المستقومن فيهم اللي هي بكتيرويدز اوكي وان نسبة الانيروبز في الكولون بتاعنا تزيد عن الايروبز الف الى واحد يعني معظم الكولونيك بكتيريا عندنا انيروبز وبالتالي لما تقابل عيان في الاي سيو عنده سيبسيس بسبب بكتيريال ترانسلوكيشن لازم الانتيبيوتك بتاعك تتأكد ان هو بيشتغل على الانيروبز especially بكتيرويدز اوكي لذلك في هذا السيناريو تقابل عيان في هذا السيناريو ايه فكال بكتيريال فلورة في نفسنا بكتيرويدز هذا السيناريو بيكلم على فون فليبراند او فون فليبراند ديزيز اللي اتنين صح بيول ايبا او 40 year old woman with فون وليبراند ديزيز presents for an elective cholecystectomy what precautions should the surgical and anesthesia team take and why طبعا علشان تصل للإجابة الصحيحة لازم تكون عارف ان المست كومن انهارتد bleeding disorder is von willibrand disease يعني ما حديث قالك what is the commonest inherited bleeding disorder تقول له von willibrand disease وهو autosomal dominant هو autosomal dominant most common يعني الانسنس بتاتوا حوالي 1% في البشر طبعا عبارة عن ايه باع في فاكتور اسمه von willibrand فاكتور ده بروتين البروتين ده موجود في البلاتلت وموجود في ال endothelium المغطية البلود فيسل لما ايه وظيفت البروتين ده لما بيحصل بلاتلت دي جرانوليشن لما بيحصل بلاتلت دي جرانوليشن المفوض نورملي البروتين ده يطلع من البلاتلت يخلي البلود قوية يخليها تسد الهول اللي في الفيسل اللي بينزف ويخلي الكلوت متماسكة فتخلي البلاتلت ادهير لأدهير للا اكسبوزد كولاجين في الفيسل ده وظيفة الفون وليبراند او وليبراند فاكتور اللي موجود في البلاتلت وموجود في الكابيلرس ممكن بناء آدم يتولد بالفاكتور ده مش موجود خالص او موجود بكمية قليلة او موجود بس ما بيشتغلش عشان كده الدزيز ده فيه منه طيب واحد واثنين وثلاثة اوكي طيب البناء آدم بال هو عنده فون فيليبراند الدزيز ده ايه ممكن يشتكي من ايه بقى لو عنده الفاكتور ده ناقص او عنده الفاكتور ده مش موجود خالص فطبعا البليتليتز مش هتبقى ادهرا توجيذر عشان تعمل جود بلوت فالبناء آدم ده ممكن ينزف من اقل خبطة ممكن اي كدمة تعمله هيماتومة ممكن ينزف من مناخيره وممكن ينزف تنزف من اليوترس فدي ولما تعمله معمل ممكن هتلاقي عنده البليدنج تايم عالي وممكن تلاقي اكتيف بارشل ثرومبوبلاستين تايم برضو عالي اوكي انما البليتليت كونت والبروثرومبن تايم حيبو نورمال اوكي فالستة دي جاية وعندها فون وليبراند ديزيز وانت هتعشل لها المرارة ايه بقى الاحتياطات اللي انت هتاخدها هتديها دوز اندوكروس فور يونت وبمكانزم غير مفهوم بيعلي نسبة الفاكتور ده في جسم الانسان يعني اللي عنده نقص في فون فيليبراند فاكتور الفوزو بريسن او الديزمو بريسن بيزوده بيعالجه فبالمعلومة خونسنترات ومعا فاكتور ات ممكن تدي اه اه از ايجيكشن 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 فانزي سيناريو كو فور سي هذا السيناريو بيكلم على ايه نيوبورنس بacterial infections بيولاك you are called as a surgeon to the neonatal intensive care unit to see a full-term neonate with suspected maluridation the baby nurse reminds you of the importance بسطورك لكي تشيطين من افتحك الشيطان لماذا هذا من أهم لذلك؟ لماذا يبقى بسيطة المطلوبة؟ أنت تقول لكاً تخسي بهك قبل أن تلمس وتفهمه الواد؟ هذا لأنه؟ هل هو معرفة بأن الشيطان يكون حديثة وميّا تكون إميونة سبباية؟ أو ليونيطر نوترم المتطلبين بحياتيات التعاملية؟ وبالتالي بيبو سسبتبل to infection ولا نونيتس have weak coughs and are unable to clear their secretion ولا نوبون lungs lack IgA in the mucosal barrier to protect against airborne pathogens ولا نوبونs have immature immune system because their T-cells have not fully differentiated and remain within their cimus المعلومة اللي انت لازم تكون عرفة علشان تعرف تحل السيناريو ده ان النيونيت او نوبون immune system is immature وان هو susceptible to infection والسبب ايه هو ان النوترفيلز بتاعته بيتبقى ضعيفة في الكيموتاكسس والمigration الكيموتاكسس اللي هو انجزاب النوترفيلز للسايت of infection والميغريشن ان هي تسيب الكابيلاريز وتطلع بره علشان تو انغلف البكتيريا فالنيوبون الوظيفة ده بتبقى في ضعيفة وبالتالي susceptible to infection ومن هنا حرص النورس ان سيادتك تغسل ايه كويس قبل ما تلمس الولد او البابي سو انزي السيناريو جوفور بي نيونيتا نوتروفيلز هاف امبارد كيموتاكسس اوكي السيناريو ده بيكلم على المستكمان راكشن تو ايوداين كونتراست كلنا بنستخدم الايوداين كونتراست اشعة بالساوها كتير اوي في الشغل بتاعنا ct with contrast واخد بالك فلازم تبقى عارف هل الكنتراست ده ممكن يعمل مشاكل ولا لا ولازم تبقى جاهز بالاجابة لما العيان يسألك يا دكتور الصبغة اللي انت بتحقينها دي ممكن تعمل لي ايه واخد بالك فالسيناريو بتكلم على ايه سبعة وثلاثين سانة is seen in the emergency department with abdominal pain he has no known allergies he undergoes ct scan with oral and intravenous contrast which is the most likely reaction he will develop to the iodine contrast ادىك بقى مجموعة reaction كتيرة ممكن الكونتراست يعمل بس هو بيسألك عن ايه على المستلايكلي المستكومنت هل هو كاردك الريست ولا ديسنية ولا فلاشن ولا اتشن ولا نوجيا واجدو ان المست كومن ادفرس افكت لي الايودين كونتراست هو ال نوجيا جوفور ايه اوه مستكومنت اوه 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 وطبعاً كلكم عارفين لما حد يعرض عليك ان هو يعملك CT with contrast ionic ولا non-ionic اختار ايه اختار non-ionic لان ال adverse drug reaction هيبقى اكتر مع ionic contrast ولازم تبع عارف معلومة ان 70% من مشاكل الصبغة هتظهر خلال 5 دقايق من الحق 70% هيظهره خلال 5 دقايق من الحق ولازم تاخد history من العيان بتاعك لان المشاكل الصبغة بتصيد في العيانين اللي عندهم history of asthma allergy to the contrast and atopy okay thank you so much for watching this video this is Dr. Saeeda Abdi Baabi fossil of general sergeant and champs university now it's time to like share and subscribe